بسم الله الرحمن الرحيم في الفيديو ده هنقدم لحضراتكم الفيديو العاشر من سلسلة الشرح برنامج الكامتازية وفي الفيديو ده هنقدم لحضراتكم كيفية التقاط صورة من الفيديو او ازاي تقدر تصدر فريم من الفيديو او ما يعرف بـ Export Frame من اعداد أستاذ ياسر محمد نجيب انا دلوقتي جيت على فيديو والفيديو ده انا عايز اخد لقطة منه زي مثلا السكرينشوت ولكن هنا اللقطة ديت مثلا في البرامج ديت بنسميها بانك انت عايز تعمل تصدير للفريم ده او تصدير للصورة ديت طبعا لانك ما تنساش بان الفيديو هو عبارة عن مجموعة من الصور او مجموعة من الفريمات طيب انا علشان اصدر الجزء ده او اخد الصورة ديت مثلا هقف على الجزء اللي انا عايزه بعد كده من قيمة Share هبدأ باني اخد له Export Frame As او باني اضغط Ctrl F فهلاقيه هنا بيبدأ بانه يقولي انت عايز تطلع الفريم بتاعك فين انا مثلا هختار له هنا بانه يطلع فيه My Picture بتختار الامتداد اللي انت عايزه ولكن دايما افضل الجي بي اي جي بعد كده لو انت عايز الصورة ديت خلاص تتحفظ بتعمل Save لو انت هتحتاجها في التصميم بتاعك بتقوم عامل Import to Media Bin وبعد كده تعمل Save فهتلاحظ بانها جات لك هنا في الجزء الخاص بالميديا طيب ايه الفكرة اللي موجودة هنا او ليه اعملت لها Import علشان ان الخاصية ديت هتفيدك في بعض الاحيان اللي انت مسلا لقيت ان الصوت مش ماشي مع الفيديو فانت عايز تتزود الصورة مسلا فانا هاجي مسلا هنا فوق الجزء اللي انا عايزه وبعد كده هقوم عامله Hatly Track هنا واقوم ضيف له الصورة ديت علشان الصورة ديت تغطي الجزء اللي انا عايزه يتغطى فهتلاحظ بان الجزء ده كده حللي المشكلة لاني لو اخدت الجزء ده وعملته كفيديو هلاحظ بان الفيديو هنا هياخد معا جزء من الحاجات اللي انا مش عايزها وبالتالي هنا انا لما اتعامل معاها كصورة بتبقى افضل وبتبقى ثابتة على المساحة اللي انا عايزها بكده ده كل ما يخص تصدير الفريم او الاكسبورت فريم او تصدير الاطار من الفيديو او بانك تاخد صورة من الفيديو بنتمنى لجميع كل التوفيق ونتمنى الشرفون باشتراككم في القناة